موسيقى موسيقى دون محاكمة دون تهمة ودون مبرر اعتقالات عشوائية قمعية قضوا في المذبحة شرحنا كيف وكيف كانت معها ثم شرحنا ما هو أسوى ما بعد الموت كان أيضا مأساة بشعة كيف محاولات التخلص من الجثث وإخفاءها ورمادها وما إليها موضوع بشع جدا حقيقة يصيب الإنسان بالإحباط وكأننا كنا نتعامل مع أكلة لحوم البشر وليس مع بشر في هذه الحلقة بإذن الله أريد أن أسرت قصص بعض القصص حقيقة التي رأيت أنها تمس جانب إنساني ومأساوي أكثر هذه القصص حدثت ما قبل المذبحة فهناك في أحد الزنزيل في أحد الأيام توفي أحد السجناء توفي أحد الضحايا من المرض فكان التخبيط على الباب ممنوع ممنوع فبالتالي اضطروا الرجل توفى اضطروا أن يخطوا على الباب فيجاء غاضب السجان فظلوا لأن فيه إنسان ما تقلبي غسلوه خلص غسلوه وبعدين طرقوا مرة أخرى على بابهم قالوا له غسلناه خذاه حط في الممر بين الزنزين بقى هناك من ثلاث ليالي إلى التين إلى ثلاث ليالي موجود قبل ليخطوه ويدفنه فمأساة لا احترام لا للحي ولا للميت ولم تشفع في هذا المتوفي الشهيد لكون مسلم ولكون ضحية ولكون ليبي ولكون عربي شيء ما فيش حتى حاجة حركت كما ذكرنا في الحلقة السابقة مشاعرهم مشاعر الرحمة في قلوبهم إن كان لهم من قلوب أصلا قصة أخرى الضابط في البحرية يسمى السالم الزايدي علق النائلي نائلي هذا الذي اعتقل بعد ثورة 17 فبراير وليشارك في قفصة كان قائد المجموعة المسلحة التي أرعبت تونس وقفصة وحدث فيها ما حدث من موت ومن سقوط من ضحايا بين ليبيين وتوانسة يريد أن يزعزع مع عمل قذافي برقيبة وحكم برقيبة فأرسل مجموعة مسلحة توانسة أدربهم في ليبيا وأرسل معهم بعض الليبيين منه من نائلي كان قائد في هذه المجموعة نائلي أعتقل بعد ثورة 17 فبراير وأطلق الصراحة أعتقل أطلق الصراحة وأعتقل مرة أخرى وجده يقاتل بعدما أطلق الصراحة المرة الأولى كان يقاتل في الثوار شك الكتيبة وإسلاح مسكوة في الجنوب يقاتل أعتقل في مصراته وأطلق صراحه هذا الرجل النائلي له يد أيضا حتى في أبو سليم مرة أخرى سالم الزايدي الضابط من البحرية النائلي هذا مكتفه معلقة بره بره من زنزين في الساحة اللي يطلعوا فيها اللاريا والاسم معلقة من يديه وخله ثاني يوم ثاني يوم جاء النائلي فقلوا له الحراس الراجل اللي يمس علكته سالم الزايدي ضابط في البحرية مات مات يعني قالوا له فمشاه هو ضابط ثاني النائلي عندما الضابط الآخر يسمى الطيب اسمه الأول الطيب تقريبا الضابط في الأمن الداخلي كان يعذب ويحقق حتى هو ما محمد بن نائل فأنا كنت أشير إليه النائلي محمد بن نائل ماشي فخشوا بعد ما قلوا له الضابط مات بدل ما يقول له خذوه وغسلوه ودفنوه على طول مشاه من الخبر للمكتب سجل السجل وأخذوا المبيض هذا وغطوا به أسمه وألغوا أسمه من السجل بكل بساطة شطبوا أسمه من سجل أسم سالم الزيدي الشاب أخر شيء داخل أسمه شرفيت مصاب بالآزمة وكان الحراس يحرقوا في حطبه في نار قريبا من الزنزان متاعه فبدأ الشباب يقولهم يا أخي عندنا واحد اختنق عنده آزمة لو سمحته يعني يحرقوا كانوا في كناس وفي حطبه في عالم فقلوا له هذا قد يموت عند الآزمة لو سمحتهم تتوقفوا عن حرق البقايا ولا شيء وقلوا لا باهي مش مشكلة لما يموت غير قلونا بس أمسا يموت قلونا وفعلا توفى الراجل توفى بالأزمة قلونا فالإنسان غادي يشبه إلى أي قطعة من كرسي طاولة طرف لوحة كرمكم الله بلوكة أي حاجة لا يساوي شيء عندهم هو حكم بالإعدام طويل المدى كان حكم بالإعدام موت البطيء داخل السجون من الألفاظ من الألفاظ الناس القائمة على السجل ولا زل واحد يقول له ما يموت قلوه واحد يقول له مات مشا حول اسمه من السجل فواحد يتوفى خليقه يوم 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 في ممر يا راجل مغسر إنسان مسلم ميت وأكرام الميت دفنه قصة أخرى محمد الفورتية خمس وسبعين سنة إنسان عمره خمسة وسبعين سنة وصيب أكرمكم الله في احتباس بالبول احتباس بالبول الراجل شباني خمس وسبعين عام صار له احتباس بالبول هذا أمر لا يحتمل التأجيل ولا يحتمل الانتظار ألم ومعاناة وخطر أيضا خطر التسمم وخطر ما قد يترتب على مثل هذه الأمراض فالشباب في الزنزانة كانوا ينادوا في الحراس يا أخي هذا الرجل عنده احتباس لو سمحته يعني شايب يومين ثلاثة ينادوا فيهم مجوش بعدين جوخضوه فواتي الأوان ممكن قاعد ساعتين في المستشفى وتوفى بعدها توفى في المستشفى اثنين من أبناء هذا الرجل محمد الفورتية اثنين من أبناء وولد أخته سجناء معاه تصور انت في سجن معك اثنين من أبناءك وقريبك ومش عارب فيش يعني نحن عندنا حتى لما يجو ضيوف مراد في المربوعة الابن ما يقعدش مع ابوه احتراما وتعبيرا وتقدير الوالد واعطاء لحرية الوالد في بيتهم يعني في المربوعة نفسه الشباب يطلع وما يقعدش مع ابوهم وكذا فما بالك في سجن عنه في سجن وما يحدث فيه من قهر وذل ومعاناة وتعذيب فطلع أحد أبناء طلع وأيضا ولد أخته ولد أخته وأحد أبناء المرحوم محمد الفورتية خرجه وأحد أبناء قتل في المذبح وهو مات في المستشفى معاناة هذه أسرة وحدة يخي تخيلوا تخيلوا حجم المعاناة والألم وحجم الزل والقهر ومواطن ليبي ولا شيء حتى تهمت يعني تهم لم أصلا يقدم المحكم حتى نعرف ما هي التهم مشرد أنك تصلي ملتزمني خلاص راحت فيها قصة أخرى عائلة التايب من مصرات عائلة التايب يعني فيه بنية طفلة صغيرة العائلة الضرات ماتولها أبوها وعمها وستة من خوالها في المذبح أبوها وعمها وستة من خوالها ستة هذهم أبناء التايب من مدينة مصرات محمد أبو سدرة يعني سجن عشرين سنة وسجن معه أخوه الطاهر أخوه آدم أخوه خير الله أخوه صالح من أسرة واحدة في السجن فيه الشهيد يوسف يوسف غويلة يوسف غويلة قتل في المذبح وترك أربع أطفال واحدة من ابنية أمرها أربعين يوم ابنية لما خشت السجن كان أمرها أربعين يوم شنه هي التهمة شنه هي التهمة متاع يوسف غويلة هذا الرجل الله سبحانه وتعالى فتع عليهم موسى عليهم مادياً فكان شهدير شوف فيه أسر الضحايا أسر الضحايا الدنيا هذه اللي في السجن الألف ومئتين هذوم يعني ثلاث أرباحهم أو على الأقل نصهم أرباب عائلات هم الوحيدين العائل الوحيد للعائلة اللي يخدم عليها فتركوا ناس تركوا نساء وتركوا أطفال أغلبهم من يقولهم يعني بعد الله سبحانه وتعالى يصخرهم فيها الناس الطيبة كيف يوسف أغويله على سبيل المثال رجل تاجر يبيع في العطور العطور اللي بيشي الكحول لهذه حتى الزاد ما يجاه يشل فيه الحبس ويقول لا تبيع في عطور الزندقة عطور الزنادقة فهذا الرجل بما وسع عليها الله يعطي فيه فلوس ويساعد في الأسر اللي مسجونين ذويهم مسجونين اللي يتام في العيد الأضحي يجيب لهم خروب يجيب لبعض العائلات في العيد في ملابس يعطي أحيانا بعض الطعام الرجل يعني ربي كارم بهالعمل نحن الواحد ما يطلعش من يجيبها خمسة جنيه عشر جنيه هنين بالحباب والكباب فالرجل يصرف يعطي يعطي ما شاء الله ويساعد في الأرامل والفقراء والمسكين لأزواجهم وأطفالهم مسجونين مش عارفينهم وين حيين ميتين هنا فهذه قصة أخرى مؤثرة جدا جاهز زادمة ومسكة وقال لنت تبيع في عطور الزندقة وسجن مسكين ومات في المذبح مات في المذبح وخذوا دكانه وصربوا فلوسه يعني شوفوا الدولة سرقت أموالها خشت دكانه وخذت العطور وخذت الفلوس استخدموهم وعد سيدة أخرى عزوز تعرفوها قصة الطعام طبعا والملابس النساء اللي فلذات أكباد الميتين خمسة وستة وستوى سنين يجبنوا في طعام وجبنوا في أكل وجبنوا في ملابس وهم ميتين هم ميتين مسكين فأحد السيدات والطعام يكلوا فيها رجل يكلوا فيه فقر على فكرة يعني أغلب العائلات عائلهم في السجون فلا عليش ما يتحصروا على الطعام ولا يتحصروا على شيء لأبناهم أو ملابس أو معجون أو أدوات نظافة إلا بالحباب والكباب والتسليف فجاءت سيدة تحب على يد حارس جايبت لها فصولي وصاخنة فصولي وصاخنة تقول لها الله يرحم ولديك وكان نلقاه توصل لولادي صاخنة تربع هو متوفي المسكين هو متوفي ولدها مقتولي الله يرحم نبديك بس توصلها لابني ويصاخنة وقالت لها والله العظيم حق الحماة هذين مسلفة تسليفة ولدي تربع عطيها الله وقا عمزة يأكلوا فين قا عمزة يأكلوا يضحكوا الحراس التانين في المطبخ يقضوا في المجموعة تشتغل تخدم تعول من السجنات تعول على الآخرين وتنظيف وما إليه كذا ثم أهم يضحكوا وينكتوا على الولية اللي عزيز مسكينة اللي فقدت فلات كبدة لم تراه وفرحانة يعني الصلة الوحيدة بينهم بينها الطعام والله الملابس والله القطعة كذا شوف حرقة الأم اللي بيها بالذات فصولي بالله ياوليدي تربع نبيها تصلى كاهم زويا كلوني يعني قلوب بشر هذوم أو كذا فيه قصة إبراهيم إبراهيم أحمد بالفضلي ابن عمي إبراهيم ابن عمي ولد في بنغازي في مدينة بنغازي في ال72 درس المرحلة الابتدية في مدرسة جيل المستقبل والإعدادية في مدرسة اليرموك هذه صورتة هذه صورتة وأنهى دراسة الثنوية بن استبوعبيدة ابن الجراح التحق بالمحهد العالي للكهرباء درس عام بعدين قبل أن يتم اختطافه في 1993 جاء الأمن للحوش وسياره وهو شاب وأخته كانت بعثاتها أخته كانت دزاتها على حاجة يجي فيها ويلعب بيها يلعب بالحاجة شوف الطيبة والسذاجة والهدو يعني مش الملتزبين الإسلاميين الشرسين المتطرفين شاب صغير حتى لدرجة شوف العقل يعني اللي عنده يلعب بالأشياء المروح الحوش اللي قال أمد أربع مسكين وسيارة فسبحان الله سجن في بنغازي ثم سفر في عينزارة ثم مشال أبو سليم وقضي في ينتع به المطاف في سجن أبو سليم طبعا بالتأكيد كغيره من ضحايا أبو سليم من أخوانه في أبو سليم لا تهم ولا محكمة ولا دفاع ولا وكي النيابة ولا قضاء ولا يعرف السبب حتى يومنا هذا كانت أخبار إبراهيم الفاضلي تأتي تأتي تتصرب من حين إلى آخر أخبار عنا يعني في سجن في مسيليم وقاعد ثم في 1960 انقطعت عنا أي أخبار انقطعت عنا أخبار يوم الثلاثة 22-07-2009 يعني 16 سنة من تاريخ الاعتقال بعد 16 سنة 16 سنة عمر إنسان من تاريخ الاعتقال بلغت العائلة النميت بعد 13 سنة من قتله وبعد 16 سنة من اعتقال لجول الأسرة وقلهم ابنكم توفى وقلوها بكل برود لا مبالاة وبرود كيف ما جوا اعتقلوه غربان البين سيميتهم ذكرت قصة إبراهيم في الكتاب في الأوسمة غربان البين كيف ما جوا الغربان اختطفوه جوا غربان أخر يبلغوا على وفاته ببلادة وصناطه لا سبب لمن القاتل لكيف قتل لماذا قتل لا شيء ابنكم ماتوا وخلصوا وعدوا يعني مرة أخرى برود وصمت وغموذ لا تهمة ولا تضيح ولا تفاصيل لم يذكروا اسم القاتل ولا أسباب القتل لم يكونوا لم يكونوا في مكان مسئولية أو موروش حتى الحزن موروش حتى دير رحل حتى تمثيل شيء كبارادة صماطة قلة أدب ما قلوش وين الدفن عين الجثة ما هي الخطوة التي تتخذها الأسرة بعد ذلك إنسان كان من اختطفوه وبعدين جاء وقلوا ميت وخلاص ومع السلام قصة إبراهيم الفاضلي طبعا ذكرت لي سببين عشت إبراهيم وكان طفل صغير فرحنين به أمه وأبوه وأنا نفسي شلته هو طفل وكنت ناخذ فيه صغير ونمشو بي نظروا بيه أصدقاء وأقرباء وأهله وأمه وأبوه فرحنين به يعني أضافة سعادة وبهجة إلى البيت وإذا حيات الأسرة عندهم أولاده وعندهم بنات آخرين بس كان حضور إبراهيم في لحظات الشايب والعزوز يعني فرحه جدا جدا وأضافة إلى البيت سعادة وبهجة ومرة أخرى وكرر حدثت لكل الضحايا الأم يعني تعاني بشي في الحمل اللي عندي يجيب ابنها وبعدين من أول يوم إلى أن يكبر وهي تعاني فيه ذم رض وتهتم به وتوكل فيه وتشرب فيه وتعلم فيه الكلام والمشي أو مشاء أو تكلم أو قال بابا أو قال ماما أو خشل الروضة أو خشل بيت أو بدأ يكتب أو عرفه مثل القرام تصور حياته 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 وفضل يقضي عليه الشيطان الرجيم عد بالله في دقائق فألم ألم الأم والأب يتألم هذا السبب ذكرت القصة حقيقية وواقعية وابراهيم هذا بيدي والله الشيء الثاني ذكرتها الوالدين الوالدين يا سبحان الله الوالد أصيب بالسرطان مسكين أصيب بالسرطان أولا قبل أن يصاب بالسرطان استغفر الله إن جن على ابنه لأنه أصر أن يمشي مع الأمر لما يجو يخضوه أصر أن يمشي معه وقوله خمس دقائق يا حاج خمس دقائق وتو يمشعد مسكين جلس غادي ستة سبعة ثمانية تسعة ساعات وروح وقوله خلاص خلاص توجيك بكرة توجيك بعد بكرة لم يرى أصيب بالسرطان تألم يتألم كان هجم عليه السرطان حفظكم الله جميعا هجم الشرسة آلام يوميا يوميا يعاني من آلام السرطان ومن آلام فقدان ابنه إلى أن توفى الله ستة شهور بس بعد اعتقال ابنه الوالدة أصيبت بنفس الشي سبحان الله الوالدة أصيبت بالسرطان وعانت بعد سنتين ونص توفت لم ترى ابنها ولم يأسره يعني حطمت من جميع الجوانب النفسية والنبدية والألام والأمراض وحتى الأدوة البسيطة اللي في أفقر دولة في العالم متوفرة للناس اللي حسوا بالألم من هذا المرض أفقر دولة في العالم عندها بعض العلاجات هذه الأسرة لم تتلقى حتى العلاج الأساسي البسيط اللي سكن الألم على الأقل فكان الناس وصلوا إلى درجة يتمنى الموت للوالد من شدة الألم اللي يمر به من شدة العلم يقولوا يا أخي هذا الإنسان لو يتوفى أفضل كان والد رجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت حتى حتى كان مرح وعلى درجة عالية من الثقافة عمل كمدرس في مدينة الدرنة ثم انتقل إلى بنغازي وقعد رئيس مركز مكتبة مكتبة في حي الصابري وإنسان طيب بسيط جداً من الليبيين البسطات طيبين لكل طموحاته أن ربي أسرته وأولاده في أمنه أمان وسلام فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الأسر الضحايا فالأب الأب عانى عانى من اختطاف ابنه أمام عينيه مشى معاه ومع الشافة عانى من ما يعرفش على أخباره عانى من قضية النميت وبعدين اكتشفت الأسرة أنه كانوا شروا فيه ملابس وأطعم وكذا حدثت لهم ما حدث لباقي الأسر كما ذكرنا توفية الوالدة بعد سنتين ونصف من وفاة ابنها وتوفى الوالد بعد ست شهور معاناة حتى إبراهيم نفسه كان شاب مؤدب خلوق حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى داخل سجن أبو سليم وعلى درجة عالية من الالتزام خدوم جداً وبار بار كان بولديه ما شاء الله وأسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أن يعشره وإخوانه من الضحايا في جنات في فردوس الأعلى بالنير هذه مرة أخرى سورة إبراهيم هذه أصدرناها برة لما كنا في المنفى القصري في المظاهرات كل واحد رافع سورة الشهيد فهذه هي سورة إبراهيم وتقول أين إبراهيم أحمد الفاضلي ولد في مدينة بنغازي أختطفه النظام الليبي في 13 يناير ما بعد المذبحة أيضاً ما بعد المذبحة بدأت أسر أهالي الضحايا طبعاً القذافي في فترة 2006-2007-2009 بدأت نغمة توريث الحكم لسيف تظهر لكن القذافي ما يبيش ابنه يوصل للسلطة لعند ينظف جميع الملفات الإيدز، اللقربي، أبو سليم القضايا العالقة الخطيرة التي قد تهدد حكم ابنه بعدين بدأ فتح الباب في حلحلة جميع هذه القضايا وحلها بأي شكل لتهيئة الأمر لسيف بدأوا أهالي الضحايا بدأوا يديروا في وقفات احتجاجية يومياً يوم السبت في مدينة بنغازي ثم انتشرت إلى إجدابيا والبيضة ومدن أخرى وصبراتها وقفات احتجاجية كل السبت تطالب بكشف حقيقة مذبحة أبو سليم حقيقة مذبحة أبو سليم ومحاسبة الجناة وأين الجثث والتعويذ المادي والنفسي للأهل كانت وقفات رائعة جداً في ميدان الشجرة في بنغازي أمام اللجنة الشعبية العامة جهاز الأمن الداخلي بس بس مظاهرات داره وقفات داره ومظاهرات اعتصامات كانوا يحملون الصور فلا ذات أكبالهم ولا لا ولا فتات تكتب في مطالبهم واحتجاجهم على النظام وظهرت مظاهرات كثيرة داخلية في مدينة إجدابيا في البيضة وأيضاً في الخارج منها في هولندا في بريطانيا في أمريكا في سويسرا في ألمانيا في مدن كثيرة جداً في ألمانيا مظاهرات واعتصامات كانوا يسووها أهالي ضحايا أبو سليم في الخارج بدأت القضية تظهر وبدأت تظهر للعالم العربي والعالم الخارج الأوروبي والعالم بصفة عامة وفي الداخل أيضاً يشير إلي السيد المخرج بأن وقت الحلقة قد انتهى نكمل بإذن الله حديثنا وسردنا عن ضحايا سجن أبو سليم في الحلقة القادمة بإذن الله حتى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته